اشتركوا في القناة تقنية تساعدنا لاستعادة منزلتنا الأولى وتجعل الكارمة وأحمال السنين تسقط عن كواهلنا نجلس باستقامة العمود الفقري نرخي كل أعضاء الجسد الرقبي الكتفين الضراعين تنفس عميق هادئ الزفير يطول عن الشهيق نركز بالشهيق على نقطة بين الحاجبين أقرب لمنتصف الجبهة نأخذ شهيق منها ونأخذ الزفير أيضا عبرها نتابع تنفس من هذه العين التي نسميها عين البصير أو العين الروحية أو عين العقل في النفس الآن هي عين العقل في النفس نتابع تنفس من خلاله شهيق زفير الشهيق نأخذ النور بالزفير عم نطرد الأفكار الوهمية من داخلنا بالشهيق عم نأخذ نور الأحادي في كل الخلق بالزفير عم نطرد وهم التعداد وأفكار التضاد من داخلنا نتابع أيضا بالشهيق عم نأخذ سلام الواحد الأحد بالزفير عم نطرد صراعات الأنفس الأمارة من داخلنا بالشهيق عم نأخذ الموج الأحادي الشيفرة الكوني المجسدي لكل هذا الوجود بالزفير عم نطرد الموجات الثانوية التي صرطنتنا وجعلتنا ذوات منفصلة وأنوات بالشهيق عم نأخذ موجة المحبة والسلام الزفير عم نطرد مشاعر السوء من داخلنا بالشهيق عم نأخذ وعي الأحد سبحانه المتمثل بالدين الأبدي الكوني الواحد وبالزفير عم نطرد وهن العقائد المتطرفة بالشهيق عم نأخذ خيط المسبحة الواحد الذي يجمع كل حبات المسبحة بالزفير عم نطرد حبات المسبحة المتصلبة وعم نجعلها شفافي لا نرى إلا الخيط الأحدي نتابع شهيق لطيف زفير للكثيف الشهيق نأخذ النور بالزفير عم نطرد ظلمة النفس والجهل المتمثلي بأنوات الانفصال نتابع شهيق وزفير من العين الثالثي نحس بهذا النشاط نشر كيف صويشت الطاقة فينا عم ترتفع عم نصير بنظرة الشاهد على أحداث الحياة نسمو من الانفصال الأرضي وعالم الماديات إلى سماء واحدة تجمعنا بسماء العقل عم تابع تنفس لا يعتقدن المرء أنه إذا ما شهق من الكمال محبة وطرد من النفس أمارات السوء أن بفعله هذا سيتلوث الأثير لأن الإنسان هو من يخلق الواقع فعندما نطرد الوهم منا ونستبدله بنور الحي الأزلي الذي لا يموت فإن النفس بنا تحيا وتصبح الموجة المبثوثة من موجة حياة فيها السلام والسنو لكل المخلوقات نتابع التنفس عبر العين الثالثي ونعيش هذا السلام نشعر بهذا النور نشعر بهذا النور عندما نرى هذا النور واحد في داخلنا في داخلنا وذوبان الظلمة من خارجنا فلا يوجد أحد إلا وغلفناه إرادة الرب من خلال النور نأخذ هذا النور للقلب ونوزعه لكل أعضاء الجسم عبر العمود الفقري للأسفل ونصعد به للأعلى شهيق النور الآن من العين ثالثي عين البصيرة ينزل نور من خلال العمود الفقري للأسفل وبالزفير أيضا أصبح نور يصعد للأعلى أصبحنا الآن نتنفس النور عبر العمود الفقري بالشهيق والزفير من خلال الشهيق أصبح يدخل أيضا النور من الأعلى ومع الزفير أيضا نور يصعد نور صاعد ونور هابط كل طاقاتنا متوازنة بالنور نتصور هذا المسح نعمل عملية مسح ضوء للعمود الفقري من الأسفل للأعلى ونركز هذا النور لكل الخلايا حسب الراحة والوطف والجمال ولأننا أصبحنا كائنات نورانية أصبح لدينا نجاما في الرغبات إلا رغبة واحدة أن يستمير كل من في هذا العالم وقعنا الداخلي نور حتما سينعكس على وقعنا الخارجي برؤية النور أينما حللنا مهما كان الحدث ومهما كانت التجربة نحن في مركزية الذات نرى النور ولا نرى سواه مهما كان الحدث ومهما كانت التجربة سنبقى في مركزية النور الداخلي كُنُّ بِسَلَان 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 شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم